مبارح جعل بالي اكل شوكولات الدبي في عنا محل هون بالبلد ولحاله بيعمل اعلان عليها انه عنده شوكولات الدبي فانا وصيت عليها واخدها دول الاربع قطع بعشرة يورو بتفاجأ انه طعمتها جلوكوز فيها كتير جلوكوز جوه الكنافة يعني صاروا شو يضحكوا علينا انه لانه شوكولات الدبي السعر عالي ومنعملها بطريقة غلط او منكتر فيها المواد الجلوكوز وهي المواد الرخيصة لحتى نربع فقررت اني اعملها بصراحة انا ما كت بدي اعملها بس قررت ان اعملها ما عندي قالب فجبت هاي العلبة رحت عليها ورق زبتي لحتى ما تلزق معي يعني كون متأكدة انه ما رح تلزق قصيت هيك على قد العلبة وعملتها من على الطراف قصيتها من على الطراف من الزوايا لحتى تنزل معي هيك بهالطريقة بس سامحوني لاني انا ما اشتريت عدق لها لحتى عملها رح عملها متل اي ست بتعمل حبت انها تجربها يعني بالمواد الموجودة عندها المواد الادوات يعني ماني عم بحكي على الشوكولاتة وهيك هلا انا سيحت شوكولاتة اشتريت شوكولاتة كتير طيبة مشان شوف طعمتها يعني بدي اعرف مشان ما اظلمها هلا اول شي حتيت اللون الاخضر اللي هو مشهورة فيه ولي هو ما بأسر على طعمة يعني وعملت هيك بهالشكل وبعدين سيحت الشوكولاتة بالمايكرويف بعد ما قطعتها ونزلت هيك بالعلبة هلا بتركها بعد ما يعني القاعدة تبعها انو تلبست بتركها شوي لحتى تنشف اول طبقة وبعدين من فوق تضل فيها سائل شوي واقدر اني حركها ونزلها هيك على الطراف اذا دوري حركناها بصير تنزل من النص كمان ماشي مانا ننتبه هلا انا طبعا لزقتها هي الورقة طبعا لزبدة مشان ما تتحرك معي كمان وفينا نعملها كمان بقوالب السيليكون اذا عنا قوالب سيليكون هلا لكنافة نزلت الزبدة عليها زبدة حيواني تصدقوني كل شي نزلت واستخدمت درجة اولى ولكنافة قطعتها بالسكين اول شي بعدين نزلتها حمصتها ونزلت عليها زبدة الفستق ونزلت كتير من ادعمتها زبدة فستق تمام مشان ما اقول اني ظلمتة يعني لحتى اعطيكم رأيي فيها فعلا هلا نزلت معلقتين من القطر هادا القطر صناعة منزلية ما فيه غلوكوز قطر عادي هلا بعد ما مسكت الشوكولاتة معي وبردت بنزل عليها الكنافة مع الزبدة الفستق واخر شي نزلت كمان الشوكولاتة السايحة فوقل حتى اغطيها ودخلتها على البراد بدت ساعة ونص لحتى تجمد معي هلا طلعت معي هدول اللي عملتهم بقالب السيليكون وهلا هاي العلبة اللي انا عملتها بعتذر منكم على الشكل يعني انه ما انه شكل قالب شوكولاتة بس ما بيأثر هادا شي على الطعم ابدا ماشي وهي الخربيش اللي عملناها هلا بننضوء بكل امانة راح قول رأيي بكل امانة فعلا سامحوني على الصوت بس بدي فرجيكم انه نفس القوام اللي نحنا بنتفرج عليه بالفيديوهات قولكن الحقيقة اول لقمة ما استوعبت الطعم فاضطريت اخد لقمة تانية لحتى اقول رأيي بامانة بصراحة عادية جدا اقل من عادية مو طيبة تانية لحتى اتانية لها